كتائب حزب الله العراقي أكثر الميليشيات العراقية ولاءً لإيران وسمعة سيئة تسعى لدخول الانتخابات البرلمانية العراقية ففي تقرير كشفته وكالة أسشيتد بريس قالت إن الكتائب المتهمة بالإرهابي شكلت واجهة سياسية لها تسمى حركة حقوق هذه الحركة رشحت رئيسها حسين مؤنس للانتخابات رسمياً ضمن قائمة تضم 32 مرشحاً وكما هو متوقع جاءت مصالح إيران على قائمة برنامج الحركة السياسي للانتخابات حيث تعهدت الحركة في حال فوزها على العمل للمطالبة بمحاسبة واشنطن على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهد المهندس قبل نحو عامين قرب مطار بغداد كما تدعو الحركة لخروج القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل في فبراير عام 2020 أدرجت واشنطن الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أحمد الحمداوي على قوائم الإرهاب كتائب حزب الله العراق تعرضت أكثر من مرة لضربات أمريكية لا سيما على الحدود السورية العراقية لاعتبارها مسؤولة عن استهداف مواقع أمريكية في العراق كما تتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق كما في سوريا ووفقا لتقارير أمريكية فإن الكتائب ارتكبت أعمال عنف فضيعة ضد المدنيين لا سيما مشاركتها بقمع حراك العراقيين عام 2019 واتهامها بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق النار على المتظاهرين فيما يعرف بالملثمين ما خلف ما يقرب من ستمائة قتيل وثلاثين ألف جريح فيما تعرضت شخصيات بارزة في الطيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطفة